البداية بالملف الجزائري حيث اعترضت بعض الأحزاب السياسية ما سمتها الامتيازات المقدمة للقوائم الحرة الراغبة في الترشح للانتخابات البرلمانية المقبلة وقال المعترضون إن تلك الخطوة الهدف منها هو تفريغ بعض الأحزاب وإضعاف فرصها في الانتخابات بينما يرى المدافعون عن تلك الخطوة أن السلطة السياسية ترغب في بث روح جديدة في المؤسسات المنتخبة بعيدا عن الأحزاب الكلاسيكية المرفوضة من قبل الحركة الشعبية وتشكل أغلب القوائم الحرة الراغبة في الترشح للانتخابات البرلمانية تتشكل من فاعلين وناشطين في المجتمع المدني حمى الانتخابات في الجزائر ترتفع تدريجيا مع اقتراب اليوم الموعود فبعد أن أمر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون باتخاذ كافة الترتيبات الإدارية والمالية لدعم مشاركة الشباب في الانتخابات البرلمانية المقبلة بمنحهم قاعات التجمع مع طبع ملصقاتهم الإشهارية بالمجان بدأ يظهر اعتراض عدد من الأحزاب السياسية على ما أسموه بامتيازات القوائم الحرة الراغبة في الترشح تشجيع قوائم الحرة هو في النهاية يحمل كثير من أكثر من بعد البعد الأول هو إفراغ الأحزاب السياسية بات متعمدا من بعض الأطراف وتشجيع المواطنين على تشكيل قوائم حرة ومشاركة بها وتتشكل أغلب القوائم الحرة الراغبة في الترشح للانتخابات البرلمانية من فاعلين وناشطين في المجتمع المدني شجعتهم الأحكام الانتقالية لقانون الانتخابات الجديد على دخول المعترك السياسي استثناء لهذه الانتخابات يمكن للمترشحين أن يجمعوا مئة توقيع للناخبين على كل مقعد وبالتالي سهولة عملية جمع التوقيعات لأنها قليلة مقارنة بالعدد الحقيقي الذي هو 250 توقيع عن كل مقعد وقد سبق للرئيس عبد المجيد تبون التصريح بأنه ترشح لرئاسة الجمهورية عن فعاليات المجتمع المدني وليس عن أي حزب سياسي ما دفع مراقبين للتنبؤ بإتلاف سياسي جديد منبثق عن المجتمع المدني أعتقد بأنها متخوفة من تبيعات الإرت الذي تركته الأحزاب السياسية منذ الاستقلال والتي فشلت في تكوين منظومة سياسية قادرة على تحقيق توازن بين السلطات وهو ربما مجاة على السلطة ولو شكليا تراهن على المجتمع المدني وعلى الشباب وقد دعت رئاسة الجمهورية الهيئة الناخبة المشكلة من قرابة 25 مليون ناخب إلى الانتخابات البرلمانية يوم الثاني عشر من شهر يونيو القادم في الوقت الذي تتوجس فيه الأحزاب السياسية من رهان السلطة على المجتمع المدني لبعث نفس جديد في المؤسسات المنتخبة يوجد جزء من الكتلة الناخبة لا يزال مرابطا في الشوارع يرى نفسه غير معني بالانتخابات قبل الاستجابة لمطالب الحرك حسن جزيري قناة الغد الجزائر ومن الجزائر العاصمة ينضم إلينا ضيفانا الأستاذ عبد الرحمن عرعار رئيس المنتدى المدني للتغيير أيضا ينضم إلينا الأستاذ محمد مثلتي الكاتب والمحيل السياسي أهلا بكم ضيفانا على قناة الغد البداية معك أستاذ عبد الرحمن عرعار طبعا لا يمكن إقصاء الأحزاب السياسية التقليدية في الجزائر ولكن السلطة تذهب اليوم إلى إشراك المجتمع المدني ولسيما الشباب في المعترك السياسي الانتخابي هل هذا هو الانطباع السائد في الجزائر اليوم؟ شكرا أولا يجب أن نتفق بأن القوائم الحرة هي نتيجة لإفرازات تحولات سياسية منذ 22 فبراير التي دفع بها الحراك والمسيرات السلمية والحس الوطني والشعبي يميل أكثر اليوم إلى الاستقلالية وإلى القوائم الحرة فلهذا اليوم القوائم الحرة هي واقع يجب أن نثمنها وننظر لها بنظرة إيجابية ليس نظرة عدائية أو نظرة سلبية وأكثر من ذلك هذه القوائم سوف تساعد على بروز نخب جديدة في المشهد السياسي قوى سياسية في الساحة الوطنية وندفع بالشراكة ولسنا والقوائم الحرة ليست عدوة للأحزاب فقط هناك تنافس يجب أن يكون شفاف يكون يكون فيه مصداقية ويكون تكافؤ الفرص للجميع ولا مجال للمقارنة إلى ممارسين جدد في المشهد السياسي بأحزاب لها يعني عقود من الزمن وهي في المشهد ولها واقعها فلهذا الشراكة سوف تدفع بالمشهد السياسي إلى أن يكون هناك تعاون ويكون هناك تطلعات يجب أن نحققها التي ينتظرها الشعب الجزائري فقط إن فهمت أستاذ عبد الرحمن هل تقول أن القوائم الحرة جاء بها الحركة الشعبية الجزائري؟ أغلبها نعم نحن المنتدى المدني للتغيير تأسس بعد الحراك مباشرة وهذه نتيجة إيجابية سيد محمد مسلتي هل تتفق مع ما يقوله السيد عبد الرحمن عرعار؟ وهل ترى أن أغلبية القوائم الحرة اليوم جاءت من الحركة الشعبية؟ لم أسمعك كنت أقول أستاذ محمد هل تتفق مع ما قاله الأستاذ عبد الرحمن عرعار؟ أن هذه القوائم الحرة أغلبها جاء من الحركة الشعبية السلام عليكم شكرا على الدعوة وشكرا على الموضوع المهم في حقيقة الأمر أنا لا أتفق كليا مع ضيفكم من الجزائر في حقيقة الأمر النظام الجزائري لم يتعلم من التجارب السابقة ولم يأخذ منها العبر أولا في مضيه في تطبيق سياسة أمر الواقع على الشعب الززائري وسياسة لوي الذراع من الانتخابات الرئاسية 2012 إلى الاستفتاء على الدستور وما جاء بعدها في النقطة الثانية وهي الزج بمكونات المجتمع المدني في العمل السياسي أو استغلاله سياسيا في هذا الأمر وبين قوسين هذه ليست تجربة جديدة كان استغلال المجتمع المدني في سنة 1997 أين تم تجميع منظمات من المجتمع المدني وبعض الكوادر جبهة التحرير الوطني لتشكيل حزب التجمع الوطني الديمقراطي والكل يعلم ما حدث بعد ذلك والكوارث التي آلت إليها فيما بعد في النقطة الثانية النظام يريد باستغلاله للمجتمع المدني إنقاذ الانتخابات التشريعية فهو لا يريد إعادة معايشة كابوس الاستفتاء الدستوري والنسبة المتدنية جدا وهي كانت نسبة قياسية في الامتناع عن التصويت وبذلك يريد استغلال جمعيات كانت تنشط وتساعد الشعب الجزائري وتساعد المعوزين وذوي الاحتياجات الخاصة وهو بذلك يريد توظيفها بين ضفرين ليعيد لرد الجميل بصغة أخرى لرد الجميل لرد من ساعدته الجمعيات يرد لها الجميل في الانتخابات هناك نقطة واحدة تفضل أكمل فكرة ثم أعود لك بالنقطة هناك نقطة جوهرية في هذا الأمر هو عودة الحراك وعودة الزخم إلى الشارع عودة شعب يعني آلاف من الجزائري هنا مرمضة الفرس عودة الحراك إلى الشارع طيب هنا مرمضة الفرس عودة الحراك إلى الشارع طيب سيد محمد قبل أن نذهب إلى فكرتك لو سمحتلي إذا فهمت من كلامك أنك تتحدث على توظيف السياسي للمجتمع المدني في هذه الانتخابات هذا من جهة من جهة أخرى كيف نفسر أن الحراك الشعبي رافد جملة وتفصيلا لكل المصار الانتخابي أو السياسي الذي قامت به السلطة واليوم لدينا سحب أزيد من أربعمائة ملف ترشيح من لجنة الانتخابات للقوائم الحرة إذن هل هذا وعي ديمقراطي أم كيف نسميه أم تناقض حتى جوفي سيدتي لم أسمعك جيدا ولكن فهمت نوعا ما السؤال كان هناك انقطاع في الصوت حسب ما فهمت من سؤال أن الحراك أن الحراك انخرط في العملية السياسية للنظام أنا أؤكد لك أن النظام بهذه العملية خلق انتهازيين جدد سوف يقومون بنفس مقام به أحزاب الموالات ولاهم في نظام بطفليقة الحراك الحقيقي الحراك الحقيقي هو في الشارع الحراك الحقيقي رافض لكل ما آت به النظام ما بني على باطل فهو باطل الحراك منذ 22 فبري يريد تغيير جدري كل شخص كانت له مسئولية مباشرة أو غير مباشرة في تحطيم الدولة الجزائرية في تحطيم مؤسساتها في معاناة الشعب الجزائري فهو مطالب بالرحيل يحاسب إن كان أخطاء جزائيا ولكن هو مطالب بالرحيل ليس له مكان في المعادلة السياسية حاليا طيب أستاذ محمد دعنا نشرك مارتن أخوة أستاذ عبد الرحمن في هذا الحوار أستاذ عبد الرحمن سمعت ما قال أستاذ محمد هل هذا توظيف سياسي للمجتمع المدني في هذه الانتخابات أنا ضد التوظيف السياسي للجمعيات وهذا موقفنا في المنتدى وليست كل القوائم الحرة هي نتيجة وفبركة من النظام السياسي فيه ديناميكيات وقوائم حرة هي نتيجة تفكير ونتيجة معصارات ونتيجة تدافر جهود للفاعلين في المشهد الحراكي والمشاركين في مسيرة التغيير ويجب أن لا نحكم على الجميع بأنه منطوي ضد تحت طاولة أو مظلة النظام السياسي الحالي فهذا حكم قاسي فلهذا يجب أن نفرق فنحن ضد الاستغلال السياسي للجمعيات الجمعيات لاها وظيفتها يجب أن تبقى في وظيفتها ولكن إذا فيه كوادر وفيه إطارات تريد اقترحام مجال السياسة فهذا حق دستوري يجب أن يسمح لها والجمعيات تحمى دستوريا وقانونيا من أي هذا الاستغلال ويكون كل الناس سواسية أمام القانون وبنفس المسافة أما اليوم نبدأ احكام على المشهد السياسي فكل واحد له نظرة نحن من المؤيدين لمصار الإصلاحات والذهاب في الشرعية الدستورية وأيدنا مصار الانتخابات الرئاسية ولكننا لسنا راضين على الواقع الحالي حاصة في قضية ثقة المواطن في الانتخابات وإعطاء ضمنات أن الانتخابات تكون شفافة وأن الانتخابات تكون نزيهة إلى آخره فالإخوة لهم نفس الصوت ولكن مختلف الاتجاهات في قضية والتصور الإصلاحات كيف يرها في المنتدى نرى هذا والطريق المخرج الأساسي للإنسداد السياسي بالمشاركة والممارسة السياسية سوف تخلي نخب جديدة تكون على المستوى المشهد وعلى المستوى القوى السياسية أستاذ محمد ألا ترى أنه إذا أردت الجزائر أن تبني اليوم جزائر جديدة كما قال الرئيس عبد المجي تبون وكما ينادي الحراكة الشعب الجزائري عموما لابد من دخل ماء جديدة في الساحة السياسية لابد من إشراك الشباب في المعترك السياسي إذن كيف يمكن أن يكون ذلك دون إشراك هؤلاء الشباب في الانتخابات عفوا عبر قوائم حرة وإعطائهم كل هذه الحوافز لماذا تتوجس الأحزاب نعم شوف سيدتي لا يمكننا بناء نعم لا يمكننا بناء سفينة جديدة بحطب قديم يعني ما قولها معروفة وهي تنطبق على الوضع السياسي في الجزائر اليوم نظام زج بهؤلاء الشباب زج بالمجتمع المدني في معركات سياسية خاسرة مسبقا سوف يفقدون الثقة يعني الثقة التي كان يضعها يعني العامة الشعب الجزائري في تلك الجمعيات الخيرية والمدنية والأهلية سوف يفقدونها لأنه اليوم لا أستطيع أن أتصور أنه تأتي بشخص من جمعية جمعية الحفاظ على المستهل حقوق المستهلك أو الرفق بالحيوان وتأخذه إلى البرلمان لمناقشة قانون المالية وإلى منناقشة قوانين عضوية ومواثق دولية يعني هذا أمر غير معقول إذا أردنا الذهاب إلى وتجديد الدماء وضخ دماء جديدة في ساحة سياسية في الجزائر هذا عمل يتطلب سنوات يتطلب تأطير يتطلب تأهيل السؤال هنا هل التلاثة أشهر كافية لتأهيل وتأطير الشباب سياسيا والمجتمع المدني سياسيا لخوض غمار التشريعيات أنا أقول أن هذا الوقت غير كافي حتى لتحضيرهم لمزاولة عمل سياسي مبدئي اليوم السؤال الحقيقي هو هل يريد النظام اليوم استغلال المجتمع المدني عندما تيقنا أن الأحزاب السياسية التقليدية وما كانت تعرف بأحزاب الموالات لن تستطيع أن تجند الشعب لن تستطيع أن تحشد الشعب حول صناديق الاختراع ما يمكن اليوم أن نقول أن المجتمع المدني إذا تورط في هذا الأمر سوف يكون هو الخاسر الأكبر في هذه المساها أستاذ عبد الرحمن لماذا برأيك تتوجس الأحزاب السياسية التقليدية من القوائم الحرة اليوم إذا كان الحاكم والفيصل هي سناديق الاقتراع بكل بساطة لأن اليوم الشعب هو الفيصل لأن الشعب اليوم أصبح جزء من المعادلة بعد 22 فبراير ونعرف بأن الأحزاب قبل 22 فبراير كيف كانت تجرى الانتخابات الشعب لم يكن يشارك في الانتخابات لأنه كان دائما هاجز التزوير قائم فلهذا اليوم عودة المعادلة بعودة الشعب رغم أنه للأسف ما عشناه من سيناريو في الدستور لا نتمناه في الانتخابات المقبلة فلهذا يجب أن نعمل جميعا على كسب رهان ثقة الشعب وإنخراطه في العمل الانتخابي والعمل السياسي وهذا رهان يأتي على عاتق الجميع بالدرجة الأولى على السلطة السياسية الحالية ولكن يجب أن نهرم من المسؤولية ونبقى نتفرج فالهاجز قائم ولكن التغيير كذلك يجب أن يشق طريقه لأن هذا وتطلع الشعب الجزائري والعمل الجماعي هو الحل والشراكة هي الحل في النهاية فالأحزاب ما عليها إلا أن تتكيف وتعيد النظر في الكثير من أساليبها وطرق تعاملها مع المشهد السياسي وتفرض وجودها من خلال السندق ولكن من خلال البرامج ولا تخاف من ولوج ووجود قوى سياسية جديدة يقودها شباب من خلال قوائم الحرة أو أحزاب تكون مؤسسة في المستقبل وتكون حاضرة في المؤسسات المنتخبة المقبلة أختم معك أستاذ محمد مسلتي العمل الجماعي هو الحل كما قال أستاذ عبد الرحمن كيف يمكن أن يجلس الجميع على طاولة واحدة من أجل الذهاب لعمل جماعي دون أن يغرد البعض خارج السرب نعم الحل هو في الرجوع إلى الإرادة الشعبية هذا هو الحل أما أنه نذهب إلى انتخابات يعني بليذرع الشعب الجزائري فهذا أمر مستحيل العودة إلى الإرادة الشعبية تطبيق المطالب الشعبية التغيير الجذري الفصل بين السلطات حرية التعبير حرية الصحافة هذا هو الأساس هذا هو عندما يكون عندك حرية الصحافة حرية التعليل حرية القضاء هنا يمكننا أن نجلس يعني لا مانع في أن يجلس الجميع حول طاولة واحدة ولكن الهدف يجب أن يكون مشترك عندما يكون هناك هدف مشترك هو التغيير هو الخروج بالجزائر من الأزمة الاقتصادية من الأجمة السياسية الخانقة التي تعيجها هنا يمكن أن نتفق ولكن عندما نتكلم اليوم عن تشريعيات والجزائر تغرق هذا أمر لا يمكن أن نتفق عليه حتى مبدائيا شكرا جزيلا لك أستاذ محمد مسلاتي الكاتب والمحلل السياسي الشكر الموصول أيضا للأستاذ عبد الرحمن عرعار رئيس المتدى المدني للتغيير شكرا جزيلا لكم أضيفانا كنت معنا من الجزائر شكرا جزيلا لكم